عام مضى على توليه إدارة الحكم في البلاد كان أحد أكثر الأعوام اضطراباً من بين التي مرت على سابقيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ألزم نفسه بتعهدات كثيرة أغلبها يصطدم بأجندات إقليمية وداخلية تحول دون تنفيذها ناشطون في الحراك الشعبي رأوا أنه وإن مرر مطلب الانتخابات المبكرة إلا أنه لم يفي بمطالبهم وبتعهده الكشف عن قتالة المتظاهرين ومنع استهدافهم لن نتوقع كما لم نكن نتوقع من هذه الحكومة أن تكون سنداً وعوناً للشارع العراقي الذي لربما طمح بالشيء اليسير بأنها ممكن أن تنصف مطالبه وتوقعاته لا عزاء لنا بعد مرور سنة كاملة من هذه التخبطات والقرارات التي وإن طبقت فكانت مجحفة بحق المواطن العراقي محللون رأوا أن الكاظمي سعى لإيجاد سياسة خاصة به بعيداً عن توجهات أحزاب ما بعد 2003 حين أجرى تغييرات في المناصب الأمنية لم يسبقه إليها أحد وشروعه بتقارب عراقي مع حاضنته العربية وحاول منح حكومته زخماً دولياً ونشط في مساعي تقريب وجهات النظر بين الخصوم الإقليميين مستفيداً من مقبوليته لدى معظم دول الجوار حاول أن ينقب العراق عن التجاه إلى محور معين لابد كان متوازن مع جميع المحاور ربما العمل الذي عمله في موضوع التقارب السعودي الإيراني وربما مستقبل قد يكون من تقارب إيراني طبعاً هذا كل من أجل استقرار الإيراني الإصلاح الاقتصادي كان واحداً من أبرز الملفات الشائكة التي قرر الكاظم الخوض فيها تعرض لعاصفة انتقادات شعبية إثر قرار خفض سعر قيمة صرف الدينار أمام سلة العملات الأجنبية والذي أدى إلى تدني القدرة الشرائية وغلاء في الأسعار سياسيون رأوا أنه استوعب تراجع شعبيته مراهناً على نتائج مستقبلية بدأت ملامحها تتضح مع تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار والتي كانت تعد حسب اقتصاديين أكبر منافذ تهريب العملة وغسيل الأموال الأمر الذي أثار امتعاض كتل وأحزاب هددت وما زالت بإسقاط حكومته يوسف الحسيني الحرة أربيل ترجمة نانسي قنقر